السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا جماعة الخير إن شاء الله الجميع بخير أخوكم حمد أبو حمز جاء الله أعطرات الكرام رح أفوت بالفيديو مباشرة طبعا تجربة أحد الأخوة اليوم وصلته رسالة الرسالة الأولية لجنسية تركية ساعة أربعة إلى خمسة مباشرة الشاب تواصل معي أخي وصلتني هاي رسالة شو هاي رسالة قلنا له هاي رسالة الجنسية طبعا بإسطنبول عندك موعد بثلاث أربعة ساعة وحدة ونصف الظهر تشيل حالك كموعد أولي القرفة 209 طبق الثاني بإدارة الهجرة العامة بإسطنبول اللي هي بشارع وطن جم أمنيات الفاتح تمام يا جماعة الخير طبعا أنا تكلمت عن الأوراغ المطلوبة قبل هالمرة هاي المقابلة فقط اللي بإسمه الجنسية تمام أجت الجنسية بإسمك أنت تشيل حالك وتروح تأخذ كمالك العيلة دفتر العيلة وتروح وأشبي عندك شهادات وكذا أمور كبداية طبعا استحبت معاك ما رح يفيدن لك بالمقابلة الأولى مقابلة الأولى رح تكون بقاعة في موظفين أو ثلاث أو أربعة حسب يعني كل فترة شكل حسب ما أسلف إلي من أخبر حسب ما أخبرني من بعض الناس حسب تجاربهم في موظفين أو ثلاث أو أربعة حسب كل فترة أو اثنين أو قبل وقت هيا الأوراق يعطونك منوعد بعد أسبوع طبعا مثل ما ذكرت سابعا الأوراق المطلوبة غير محكوم عن طريق الإيدويلات طالح الاساسون ذاتي قامة. عن طريق الدولات الاتفال. عن طريق المختار او النفوس. ترجمة ونوتورت دفتر العائلة. السوري ترجمة ونوتورت تثبات الشخصية السوري. هاي كلها تطلبها بالمقابلة الاولى. تقولك جاهزة بعد اسبوع. تمام. ااااتفال للمولودين بسوريا ومعانهم هوايا سوريا. ترجمة ونوتورت صفحتهم وصفحت الاب لهم دفتر العائلة السوري. اي شهادة موجودة عندك تدعم ملفك يعني اا شهادة الاندماج ايضا نصورها وجيبها عندك شهاد تابير كمان نصورها وجيبها تمام المقابلة الأولى مثل ما حكيت لكم بعد الرسالة الأولى هاي فقط عبارة شي لحالك تروح لحالك شي تاخذ الأوراق تبعك والموظفة يعني تعطيها الكمالك العيلة كلياتهم وإثباس زواجك بدون أي شي تمام وتسألك بناء على كلامك تعطيك الشي تجيب أوراق لتسليم الأوراق بالمقابلة اللي بعد هاي المقابلة تمام بزاكم الله خير بارك الله فيكم وحبيتها فيكم طبعا هذا الشاب أخونا الله يزيل خير مباشر تواصل معي خبرني أنه وصلته عنده أزن عمل من زمان فعلوا سنة واحدة وبعدين وقفوا صلوا سنة موقف مع شهاد بكالوريا هم عائلة طبعا موجودين في اسطنبول كل العائلة اسطنبول ثبتين زواجهم بشكل نظامي أمورهم تماما تماما كل عائلة تحت السلس تبعه الأمور عائل العائل وحيروا على مرعده بثلاث أربعة تمام الساعة وحدة الظهر إن شاء الله إيش يصير معه رح يخبرنا ون قناتي يا جماعة الخير معتمدة على تجارب الناس إن شاء الله أي تجربة تفيد الناس يعني مباشرة إن شاء الله نعطيك منها طبعا مع بالمقابلة الأولى هي يعطونك أيضا ثلاث أوراق تعبيها لما تجيب تعبي فيها جميع بيانات العائلية وتجيبها معك بالموعد اللي هو بعد اسبوع أو عشر تيام مع الأوراق اللي طلبتها منك الموظفة بزاعة الله خير وبرك الله فيكم أخوكم محمد 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 زجاب عثمان الكرام لا تنسونا من صالح دعوكم أي سؤال أي استفسرات ترك تعليقك أسفل هذا الفيديو واللي وصلت الرسالة يعلقنا أسفل هذا الفيديو أنه وصلت الرسالة واللي قابل مقابلة أولا أيضا يتواصل يعني يعلق أنه قابلت وسألوني كذا يعني مشان نستفيد حتى من بعضها بالتعليقات سلام عليكم